بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء أحلى مجلس ممكن تجلسه وانت قعد ما بين ايدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ساعات لما بحس ان احنا بنتكلم في اليوم اللي احنا بنتكلم فيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحس كده بحالة من حالات اللي كان بيحس بيها سيدنا أبو بكر لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ايه الحاجة اللي انت بتحبها أبو بكر فقال ان انفق مالي عليك يعني فكرة ان انا اهديك فتهديني فتحبني تهد وتحب ان انفق مالي عليك وان نطيل الجلوس بين يديك وان نديم النظر اليك بحس احنا في المجلس كده وكأن احنا قريبين من ده وعشان كده بنحب دايما نغرق في انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانوار جوامع كلمه وخاصة ان الحديث اللي عن التكلم عنه النهاردة ده حديث عجيب حديث فيه اسرار كتيرة جدا جدا وانا الحديث ده بالذات بحس وانا بقرأه انه فيه انوار اسرار ومحتاجة اقراء مرة واثنين وتلاتة وعشرة احنا نقرأ المرة دي بس ما عودكمش ان دي تكون اخر مرة نقرأ الحديث ده هنقرأه واحنا عايزين نتنور بانوار حضرة النبي والعجيب بقى ان الحديث ده من رواية عبقري من عباقرة الامة من رواية سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الحديث عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه آه يبقى هنا في موقفه لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك يا سلام ده باين عليهم ايضا مهمة جدا وانا حسس كده انا بسمع الحديث وكايندي حاجة بتملح حياتي يعني حاجة دي موعزة تامة تشمل جوانب الحياة كلها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم زي بيقول سيدنا عبدالله بن عباس قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس ايوه اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك هذه موعزة جليلة تملأ كل جوانب الحياة لسه بنتكلم عن استقبال عام جديد من حياتنا وهنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي صورته البهية بكمال الطلعة الزكية فيدلنا على الحياة الهنية صلى الله عليه وسلم خمس حاجات وانا اقول لكم المرة دي انا اقرأ الحديث ازاي احنا عندنا خمس مجالات في الحياة احنا قبل كده اتكلمنا على ان احنا فيه تلات مقاصد خلقنا من اجلها في هذه الحياة العبادة والعمران والتسكية عشان ننزل المقاصد التلاتة دول على مجالات حياتنا محتاجين نبص للمقاصد الخمسة اللي ايه بقى المقاصد الخمسة وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه السنة دي المقاصد الخمسة هي ايه حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ العرض والكرامة وحفظ المال تخيالوا لما تأملت هذا الحديث الخمس مجالات دولة هي خمس مجالات بتشمل كل جوانب الحياة المجال الاولاني الحياة الصحة طيب والمجال التاني الثقافة والتعليم والمجال التالت القيم مجال الرابع المجتمع ونظرته للإنسان وازاي يحفظ عليها مجال الرابع الايه الاقتصاد ايه ده تحيط غريب قوي الصحة الثقافة والتعليم القيم المجتمع والعرض وفي الأخي خالص الاقتصاد طب طب ايه اللي حاصل ده لما نبص الحديث رسول الله سلم وبيكلمنا عن ده وكيانه بيقوله ارجع تاني ووعف حياتك تحس ان حياتك مفهاش فرصة انت حياتك واسعة كأن الرسول الله سلم شوفه بالتعبير اغتنم اغتنم يعني اول ما تسمع كلمة اغتنم عا تيجي مع قوله صلى الله عليه وسلم ايه قال لله في أيام دهركم لنفحات نفحات في ايه نفحات في الصحة نفحات في نفحات في العقل نفحات في نفحات في القيم نفحات في الكرامة والعيش والمجتمع ونفحات كمان في ايه في الرزق والمال الحديث ده بيقول لنا كده كمان حضرت النبي بيقول لنا ايه ايه اللي حاصل حياتكم اوسع مما تتخيلون وعشان كده اغتنم في ايه اللي هيحصل فهتجد وكأنك اذا اغتنم هيحصل لك ايه وعشان نبقى فقر غنيمة غنيمة يعني زيادة يعني انت نجوت ومش بس النجاة لا وغنمت ده حاجة زيادة بقى على هيئة ولئن شكرتم لأزيد انكم يعني دي زيادة الغنيمة دي ما زادة عن الحاجة طب تب ايه اللي حاصل وهنا لما ندخل عشرين تلاتة وعشرين يبقى احنا محتاجين ايه بقى محتاجين حاجة مهمة اوي محتاجين اول حاجة الشباب قبل الهرم طب يعني ايه الشباب قبل الهرم ايه ده ده بيكلمنا على فكرة الشباب هنا يعنى ايه يعنى الطاقة يعنى القدرة يعنى العقل يعنى الحركة يعنى الثقافة ايه ده يعنى اختنم شبابك قبل هرمك اختنم الفاعلية وهنا وكأنه بيكلمنا عن مجال التعليم والثقافة يعني اتعلم وما تلتفتش لمغرايات الحياة لأنك إنت لو لتفت لمغرايات الحياة هتيجي لما تيجي تتعامل في المستقبل إيه لا يحصل؟ هتلاقي ما عندكش قدرة هو ده اللي بيخلينا نتعلم نحن نتعلم في الشباب ونصن شبابنا بإن إحنا نتعلم ونتثقف ونطلب الأشياء التي فيها نصل إلى إيه؟ نصل إلى مراد الله من خلقنا يبقى كإني اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك اتعلم وثقف وحافظ على العقل آه يبقى ده المجال التعليم والثقافة طب ليه هنا في الحديث ما بدأش بالنفس؟ ليه ما بدأش بالنفس؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن عندنا ترتيب المقاصد حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ الإيه؟ حفظ الكرامة والعرض وبعدين حفظ المال طب ليه هنا بدأ؟ وكأنه بيشاور على حفظ الإيه؟ على حفظ العقل لأنه كان يعيزه فلازم يبتدي بعمل من مدخل العقل إيه اللي حاصل؟ أنت دلوقتي جاي وبتطلب نصيحتي فأول حاجة أكلمك عن العقل خذ من شبابك ليه؟ قبل هرمك طيب بعد كده إيه؟ واختنم صحتك قبل إيه؟ قبل سقمك طب صحتك قبل سقمك يعني إيه؟ بيكلموا على مجال الإيه؟ الصحة خذ من صحتك قبل هرمك ما تشملش بس أن أنت تطب بنفسك أن أنت ما تقعش يعني صحتك قبل هرمك يعني صحتك قبل سقمك فيها أن أنت تأكل أكل صحي اختنم ده اختنم أن أنت تأخذ وجسمك يتعود على العافية ولذلك نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فلذلك إيه اللي حاصل أنت لازم تأخذ من صحتك قبل سقمك حتى لو كان السقم ده بتقدم العمر فتعمل إيه؟ فتهتم بصحتك وعلى فكرة الصحة هنا مش المقصود بس الصحة الجسدية لكن كمان الصحة النفسية فخذ من الآن وأنت في الساعة ما تحفظ بها على ماذا؟ على اتزانك النفسي وخذ أيضاً ما تحفظ به على سمودك النفسي فتكون صامت وكون ماذا؟ قلبك ليس مريضاً نفسك ليست مريضاً يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هنا عني يجي نبص الحاجة تانية خالص يبقى هذا المجال التاني مجال الصحة يبقى الأولاني كان مجال إيه؟ مجال الثقافة والعلم والمعرفة طيب والمجال التاني مجال الصحة وإيه؟ والصحة بمعنايها الصحة الجسدية والصحة النفسية وبعد كده قال له إيه؟ واخذ من غناك قبل فقرك ما إحنا في المسير ده ما يحتاجين إيه؟ ما يحتاجين إمكانيات وساعتها عني يبقى إيه؟ الكلام عن ماذا؟ عن استثمار الموارد وإن الإنسان دائماً لا يقع فيما يسمى بإضاعة المال ما حديث الرسول الله عليه وسلم ماذا قال؟ نعاً قيل وقال لاحظ برضو في نفس الحديث ده قيل وقال العقل تحافظ على العقل وكثرت السؤال القلب يبقى متزن ما يشتتش نفسه وإضاعة المال وكان الإنسان إذا قيل وقال وكثرت السؤال هيقع في إضاعة المال إيه ده؟ الحديث منور قوي فيه أنوار وليس لدوة احنا لسه حتى الآن بس بنكشف عن بعض أسرار هذا الحديث يبقى أخذ كمان من إيه؟ من غناك لفقر كل ذاك رسول الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنته حضرت النبي كان يدخر إيه؟ قوت سنته تطبيق عملي لأخذه من غناه لفقره وعشان كده إلا حاصل الإنسان اللي بيأخذ من غناه لفقره وبيحسب الأمور بيذوق على حلاوة نعمة الله سبحانه وتعالى ولذلك ليس الغنى بكثرة العرض ولكن غنى غنى النفس يبقى هنا يدخل بقى باب الرضا أن أنت لن تستطيع أن تكون مستغنيا إلا إذا كنت راضيا يبقى حاجة هنا مهمة جدا 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 واخذ من غناك لفقرك يبقى إلا حاصل طب ورابع حاجة من فراغك لشغلك طب فراغ والشغل ده ده ماله ده فراغ والشغل ده ماله بالمقاصد الخمسة قال له آه ما الفراغ لما تاخده ده ده اللي انت بتعيش فيه في نعمة تانية من نعم الله سبحانه وتعالى اللي انت بتعيش فيه إيه بقى بتعيش في كرامتك تاخد الفراغ ده وتحافظ على علاقاتك تاخد من فراغك لشغلك فتصون علاقاتك مع الناس إيه ده تمود الله يحافظ على كرامتك ويحافظ على عرضك إن انت توسع علاقاتك بشكل محترم وبشكل رائع ولزايك شوف الفراغ بقى لما احنا خدناه وأنفقناه في السوشيال ميديا عمل ايه؟ عمل فجوة وفرقة ما بين الأهل وما بين الناس لأن الناس بقت تزور بعض ولا الناس بتحس ببعض والعلاقات بقت تفسد والعلاقات بقت هشة والعلاقات بقت بالعكس السوشيال ميديا ده عمل ساكند لايف ناس عايشين في عالم موازي مش عايشين في العالم الحقيقي وأصبحت الصداقة بتكون بالأدد مش بتكون بيء المقابلة والعاطفة والإقبال فإن اللي حاصل؟ فبقى الفراغ عميق في الناس فهو ما أخذت من فراغه لشغلي بل أسرف في هذا الفراغ فتقطعت العلاقات وتفتت المجتمع وبقى المجتمع هو مجتمع السوشيال ميديا مش مجتمع حقيقي فياما ناس بتضيع كرمتهم بإشاعة وياما ناس بتضيع حياتهم بإشاعة وتفسد علاقتهم بإشاعة ولا تفسد علاقتهم بنصيحة من غير متقصص فالحياة كلها تهيج وتقوم الحقيقة يا سادة إن الفراغ ده لما الإنسان بيضيعه بيضيع كرمته ولما الإنسان يسرف في فراغه بتضيع حياته كلها لكن شوف بقى كمان يبقى هو ده المقصد مقصد حفظة حفظة الأرض والكرام لكن كمان عندنا المقصد الأخير وهو مقصد حفظة الدين طب وليه جيه في الآخر وقال له خذ من حياتك لموتك ولذلك الكيس مندان نفسه وعملا لمن بعد الموت وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاس أي وكذا خل حياتك كلها مع الله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي الْنَّاسِ أي وصح يبقى خذ حياتك دي واجعل حياتك طاعة اجعل المنة والنعمة لربنا من عليك بيها في حياتك دي وخليها لله ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته عبدا أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي أيوة ومحيايا ومماتي يبقى خلاص فهمتنا دلوقتي فهمت أنه هو هنا هو ده الدين الدين أن أنا تبقى حياتي ومماتي لله رب العالمين يبقى كده كمان الحديث بيؤمرني ده أن أنا إزاي أحافظ على ديني يبقى أعلمني إزاي أحافظ على عقلي لما قال لي خذ من شبابك ليه لهرمك فعلمني إن أنا ماذا أتسقف وأتعلم أنا قادر أروح واجي وأستفيد خلاص وخذ من صحتك لماذا لسقمك فإيه اللي حاصل أأخذ من صحتك قبل إيه قبل سقمي فإيه اللي حاصل فروح أحافظ على جسدي وأكل أكل صحي وأتريض وإيه اللي حاصل وكمان أحافظ على منعتي النفسية زي ما حافظ على منعتي الجسدية عشان قبل ما يجيه للمرض وكمان أخذ من غناية قبل فقري يعني إيه أخذ من غناية قبل فقري أحافظ على موردي واستسمر موردي عشان أستطيع أن أنا أحيا حياة كريمة فبقلت أن أنا أعيش حياة كريمة هايجي بقى إيه وأخذ من فراغك قبل شغلك أهتم بالعلاقات وأصنها عشان تبقى علاقاتي متينة وتبقى حياتي راقية وفي الأخذ خالص خذ من حياتك خذ حياتك قبل موتك يعني استسمر حياتك في أن تكون في عبادة الله على هيئة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أماتي لله رب العالمين يبقى تعيش عبد في كل أرجاء حياتك وتبقى حياتك دي عبارة عن مسجد كبير مسجد كبير زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنا إيه وهو بيعلمنا إن إحنا عندنا مسجدين مسجد أصغر ومسجد أكبر مسجد الأصغر هو المسجد الذي نصلي فيه ولكن رسول الله سلم علمنا إن فيه مسجد أكبر اللي هي الحياة فقال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض مسجدا وتربطها طهورة يعني جعلت لي الأرض مسجدا يعني أنا هصلي في كل شيء أنا وبتكلم معكم دلوقتي أنا بأخبل على الله سبحانه وتعالى وأصلي فأخذ من حياتي أجعل كل أعمالي أي أعمال عبدي لله أعمال عبودية فأنتقل من العبادة إلى التعبد إلى العبودية وتبقى كل حياتي كلها لله ويبقى كل سيري لله سبحانه وتعالى لسه هنفضل نتكلم على حياتنا وإزاي حياتنا تكون فيه هذا المعنى الجميل إلا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لما قال لنا هذا الحديث المبارك إلا يفضل يفتح لنا أبواب الحياة وعن يفضل نعيش معاه اغتنم خمسا قبل خمسا شبابك قبل هرمك يبقى دوة كلام على ببساطة خالص عن العقل عن حفظ العقل وصحتك قبل صقمك ده كلام عن حفظ النفس وغناك قبل فقرك كلام عن حفظ المال وفراغك قبل شغلك كلام عن حفظ العرض والكرامة وحياتك قبل موتك ده كلام عن حفظ الدين أنا أقول لكم شوية إجراءات تعملوها في أول هذا العام الجديد بهذه الخمسة على طول ببساطة ابدأ مباشرة واختار جملة من الكتب تقرأها اختار جملة من الكتب تقرأها هذه السنة أو جملة من الأشياء تتعلمها في هذه السنة إذا كنت أنت عايز ماذا؟ تستثمر شبابك قبل هرمك عشان تنمي عقلك اختار أشياء تتعرف عليها واختار الأشياء التي تتعرف عليها دي وليكن تلت كتب أو تلت معارف حاجة في العلاقات وحاجة في العمل وحاجة كمان في علاقتك بربنا بشكل واضح واخذ كمان من صحاتك قبل إيه؟ قبل هرمك ابتدي على طول رياضة أي رياضة تعملها عشان مش بس جسمك يبقى كويس مش عشان جسمك يبقى منحوط لا ابتدي أنت رياضة وابتدي هو رياضة عشان تدب العافية فيك وخلي الرياضة وانت بتعمل الرياضة خلي الرياضة تبني فيك معنى يعني لما تتريد انت بتتريد فكر فلما تفكر تحس ان الرياضة مش جاي عشان تبدد همومك لكن جاي عشان تبني فيك ان انت قادر تفكر وانت بتتحرك يبقى داني حاجة على طول روح اختار رياضة واعملها عشان صحتك قبل ايه قبل سقمك كمان ادخل كمان على كمان غناك يعني كمان غناك قبل فقرك على طول فكر في باب جديد من ابواب الرزق باب جديد من ابواب الكسب وياريت الباب الجديد من ابواب الكسب ده يكون من الحاجات اللي انت بتتقنها او من الهوايات اللي انت بتحبها فكر السنة دي ان انت هتحول هواية من هواياتك الى مصدرك مصدر رزق اللي اجراء الرابع خذ كمان ايه اللي حاصل خذ من فراغك قبل شغلك على طول حاول تعيد مرة تانية صياغة الاوقات اللي انت بتقضيها مع السوشيال ميديا لا تقضي اكتر من ساعة في الاربعة وعشرين ساعة واللي خصمت من الوقت اللي انت كنت بتعود في السوشيال ميديا ارجع تاني خليه في العلاقات المباشرة ما بينك وبين الناس اتصل بأحبابك حاول تقول كلام حلو للناس شجع ناس محتاجين تشجيعك وكمان اخر حاجة حاول تعرف انت اين لمقافك في الاقبال على الله واخد قرار ان انت على الاقل تعمل ثلاث حاجات عشان تصلح العلاقة وتاخد من حياتك قبل موتك اول حاجة لازم يبقى ليك خلوة مع الله تاني حاجة ببساطة لازم تزيد من النوافل تالت حاجة لازم يبقى فيه وقت خاص تدعو الله سبحانه تعالى فيه انه يفتح عليك الابواب ويرزقك لو عملت الحاجات دي هيبقى سنتك سنة سعيدة وفعلا هتكون من اهل الغنيمة الغنيمة الكبرى ومدد الله وفتحه وتوفيقه لو عايز السنة دي يتكتب عليها ان فتحنا لك فتحا مبينا اختنم خمسا قبل خمس ربنا يفتح عليك ويكرمك وكمان يوفقك الى ما يحبه ويرضاه يا رب كرمنا وافتح علينا من مددك ورزقنا يا ربنا بما رزقت به أحبابك وأوليائك وأصفيائك واجعلنا يا رب من المقربين واجعلنا من الغانمين في كل وقت وحي فاصل ونرجع نيابل حضراتكم مرة تانية عشان نستمتع بأسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل